لم يسلم الفلسطينيون من انتهاكات السلطات الصهيونية حتى مع اجتياح فيروس كورونا لبلدهم منذ أشهر عمليات هدم ومصادرة للممتلكات الخاصة بالفلسطينيين جرت على قدم وساق وكشفت عن تفاصيلها الأمم المتحدة عبر مكتبها لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا العمليات التي نفذتها قوات الاحتلال طالت 389 مبنى يملكه فلسطينيون منذ شهر آذار وحتى شهر آب الماضيين بمعدل 65 مبنى شهريا وهو أعلى متوسط لمعدل عمليات الهدم في أربعة أعوام تقرير أوتشا ذكر أن عمليات الهدم الصهيونية تركت 442 فلسطينيا دون مأوى معرض عددا كبيرا منهم للمخاطر المرتبطة بوباء كورونا أما اللافت في التقرير الأممي أنه في شهر آب وحده هجر مئتان وخمسة أشخاص وهو عدد يفوق من هجروا في شهر واحد منذ كانون الثاني عام 2017 وباستثناء هدم المباني فإن عمليات الهدم والمصادرة شملت منشآت المياه والنظافة والصرف الصحي والمباني الزراعية وغيرها ما تسبب في حرمان الكثيرين من حقهم في الحصول على الخدمات الأساسية تدمير المئات من المباني والممتلكات خلال جائحة كورونا ألقى بظلاله على الفئات الأكثر ضعفا وعطل عمليات الطوارئ فالسلطات الصهيونية وثما لتقرير المنظمة بالغت باستخدام ما يعرف بالإجراء رقم 1797 لإزالة المباني في غضون 96 ساعة من تسليم الإختار بهدمها وهو ما يحرم أصحابها من تقديم الطعون القانونية أمام الهيئات القضائية المختصة بسبب قصر المهلة الزمنية الافتقار إلى رخص البناء هي الذريعة التي تستند عليها سلطات الاحتلال لهدم ممتلكات الفلسطينيين بينما يعد الحصول على الترخيص ضربا من المستحيل بسبب نظام التخطيط التقيدي والتمييزي ما يترك الضحايا دون خيار سوى البناء من دون ترخيص تفشي فيروس كورونا في فلسطين لم يحل دون استمرار الانتهاكات بحق أهلها بل فاقم معاناتهم وزاد من احتياجاتهم الإنسانية تحت وطأة الأوضاع الراهنة التي يقف في مقدمتها احتلال عنصري طال أمده